وسط عالم تعددت فيه الحروب والأزمات وكثرت فيه الأمراض المعدية الفتاكة يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لملائكة الرحمة ورسل المحبة والسلم والسلام في العالم يأتي أصل الاحتفال بهذا اليوم بمقترح قدمته وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية عام 1953 ليكون اليوم العالمي للممرضات إلا أن الطلب قوبل بالرفض ليتم إقراره وإعلانه في آيار عام 1974 والذي تحتفل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا للفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر آيار من كل عام في عيد التمريض العالمي تتجلى سلسلة من المواقف التي تشيد بملائكة الأرض الذين يخوضون شتى أنواع التحديات في مواجهة فيروس كورونا المستجد جنبا إلى جنب مع الأطباء والإداريين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عام 2020 هو عام التمريض نظرا للدور الكبير والحيوي للكوادر التمريضية والطبية كونهم خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع وبالحديث عن العراق على وجه الخصوص يتطلب الأمر الوقوف وقفة إجلال وتعظيم لرسل المحبة والسلامة التي تكافح وتضحي وتحارب بكل قوة على الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة وعدم إعطاء هذه الشريحة كامل استحقاقاتها الأمر الذي أبرز مطالبات نيابية لرئاسة مجلس النواب بإدراج قانون نقابة التمريض في أولى جلسات البرلمان تثمينا لجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التمريضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وأخيرا نقول تحية حب لصناع الحياة وملائكة الرحمة تحية حب يضغى عليها لون التضحية والبطولة التي يقدمها الممرضات والممرضون بحجم مساحة هذا الوطن الجريحة